الدين والحياة مع فضيلة الشيخ يحيى صاري الإمام الخطيب الذي تعودتم عليها في البرنامج بالتأكيد والحديث فضيلة الشيخ هذا الصباح سيكون حول العيد صباحك سعيد أهلا بك أيضا صباحكم الله بكل خير أهلا وسلم أكبر الله منا ومنكم الصيام والقيام العيد يفصلنا عنه بإذن الله تعالى ساعات قليلات وكل واحد يتشوق إلى هذا اليوم نعم أكيد قبل نبدأ في الموضوع نذكر فقط المشاهدين الذين ونزولا عند رغبتها من فضيلة الشيخ أنهم طلبوا كثيرا تواصل معك في البرنامج هم تعودوا التواصل مع ضيوف في الفقرات المتنوعة فقرة الدين أيضا قالوا يجب أن نتواصل مع الشيخ يحيى صاري نذكركم مشاهدين أنه يمكنكم تواصل معنا في نهاية الفقرة مع فضيلة الشيخ حتى تطرح أسئلتكم التي تتعلق بمواضيع مختلفة رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة كما تتابعون 023-71-98-68 إذن أذكر برقم الهاتف 023-71-98-68 يمكنكم طرح أسئلتكم خلال نهاية هذه الفقرة على فضيلة الشيخ نعود فضيلة الشيخ صاري إلى أداب العيد أولا قبل تفصيل في أداب العيد وكيفية الاستعداد له الأكيد نريد أن نعرف ما هو العيد فضيلة الشيخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة العيد هذه الكلمة المعنى ديالها أنها مما تعاد أي تتكرر وتثنى مرة بعد مرة وفيها معنى أن العيد هو اليوم الذي يعود عن الناس فيه فضل الله تعالى وإحسانه ورحمته فهي تعود عن الناس ترجع عليهم وتتكرر وفي العرب في لغاتهم يسمون كل يوم فيه ما صر يسمونه عيدا تقال الشاعر عيد ثم عيد ثم عيد فهي مجتمعة لقاء حبيب ويوم فطر وجمعة فالعرب يتخذون كل في لغتهم كل شيء فيه ما صر يسمونه عيد فلهذا العيد عندنا العيد الشرعي الديني اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى وكان الأعياد الأخرى اللي هي الأشياء اللي فيها ما صر كل ما يصر الإنسان يسمونه عيدا وهي يوم الجمعة أيضا الذي هو عيد المسلمين نعم وقد يجتمعوا في يوم واحد عيدا صحيح كما يجي جمعة والعيد سوى عيد الأضحى والعيد الفطر فهذا يجتمعوا فيها عيدان هكذا وقد يجتمعوا أعياد في يوم واحد عندنا العيد الأعياد الشرعية اللي هو العيد الكبير وعيد الصغير وتجتمع مصرات أخرى تسمى عيدا ليس لأنها أعياد شرعية ولكن عيدا بالنسبة لما يصر هذا الإنسان كما ذكرته قول الشاعر قال عيد ثم عيد ثم عيد فهي مجتمعة لقاء حبيب ويوم فطر وجمعة فسمى لقاء الحبيبي ممن يصر به ويحبه سمى ذلك اليوم عيدا والناس يقولوا حتى في الدرجة كي تلاقى بشخص نعم كي تلاقى بإنسان هكذا عنده بزا ما شافوش ولي عنده بيناتهم علاقة ومحبة وكان يقولين هار اليوم عيد ليقصد العيد الشرعيني ويقصد العيد اللي هو ما تصر به القلوب وتطمئن له النفوس وتقر له العيون والعيد في الشريعة هو زوج عياد هو عيد الفطر وعيد الأضحى ويسميهم في اللغة الدارجة نسميه عيد الصغير وعيد الكبير عيد الصغير ينسبونه إلى الصغار لأن العيد الفطر هو جارة العادة وأنه عيد الأطفال فيعطى لهم دراهم يعطي لهم لتصيب العائلة يجمعوا الصرف ربما قديما كانوا يجمعوا عشرين دور ويقولون خمسة ألاف عشر ألاف وما يقبلون بيهم نعم فهذا للأطفال وهذه عادة طيبة يكسيمهم قش العيد أيضا نعم ملابس العيد ملابس العيد فالطفل يتشوفوا ويتشوقوا إلى الملابس وإذا عيد الصغير كثير من العيد الكبير إنما في عيد الكبير عنده شيء واحد آخر يستنى في الكبش يفرح بالكبش وعيد الصغير يفرح بالدراهم بالحلويات باللباس وهكذا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الأعياد هذا فضلا إلى حكم أخرى ومعاني أخرى وربما نذكره بعدما شفنا العيد فطيط الشيخ الأكيد أنه عيد المسلمين الشرعية هي عيدان هي عيد الفطر وعيد الأضحى ومنها أعياد أخرى كما اشتبعنا معك لكن الآن عيد الفطر كما عيد الأضحى أكيد عندهم مزايا وعندهم بنا خاصة كما نقول أنه عيد الفطر كما نقول نحن هي فرحة ثانية للمسلمين بعد فرحة الصيام وفرحة الإفطار هو يأتي بعد ثلاثين يوم إلى الاجتهاد على الطعات وأداء العبادات بينها عبادة الصيام وأيضا الصلاة والقيام وتلاوة القرآن هو تتويج لمجهودات المسلمين فضيل الشيخ نعم العيد الفطر هو نعم تتويج لهذا المجهود لهذا الإنجاز في حياته الصائم هذا الفرح كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحتون عند فطره هل يفطر سواء هذا الفطر اليومي كل يوم عند المغرب ولا الفطر الذي يدخل به إلى يخرج منه من رمضان فيفرح وليس يفرح يفرح بما وفقه الله تعالى من هذا الإنجاز في الحياة تنتعه هو الصبر ساعة أو ساعات صبر أيام عدودة كما قال تعالى وأنجز فصام وصبر وقام الليل وجاهد نفسه ووقف في وجه شهواته وشيطانه وتمسك بالصبر كل هذا لما يجي العيد يشعر هذا المسلم الصائم وغيره سواء الصامة أو لم يصم من يجوز لهم الفطر صامة يشعر بالإنجاز فيفرح فرح عظيما كأنه هذا اليوم يوم تسلم الجائزة يوم العيد اليوم لتسلم الجائزة من رب العالمين وشنوية الجائزة هي أن الله سبحانه وتعالى قد أعتقى لقبته من النار قد جعله من سكان من أهل الجنة الأبرار قد غفر له ذنبه قد حط عنه زلاته قد رفع له درجات قد داعف له في الحسنات فهو يخرج من رمضان فيعيد سرورا وشكرا لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عز وجل عليه من النعم فيشعر هذا كما يحزن على فوات رمضان يفرح بمجيء العيد يفرح مجيء العيد لأنه قد أنجز وأي إنسان أي إنسان يعمل حاجة ويصبر عليها ويصبر عليها ويتعب عليها يفرح فالصائم تعب في رمضان يعني تعب وجاع وعطش ترك المألوفات ترك المفطيرات كل ذلك لله سبحانه وتعالى فيجي سبحان الله يوم العيد يقول الله سبحانه وتعالى هذا النهار أحب الصيام خلاص مش تصوم بل يحرم عليه الصيام في يوم العيد حتى لو كان يصوم راه آتم وره عاصي ربي سبحانه وتعالى لأن الله كما قال له في أول رمضان قال له عندك الخلاص الآن بدأ الصيام يوم العيد يقول له يحرم عليك الصيام وهذا كله فيه امتثال للطاعة الانضباط في الحياة الدين يجعل حياة الإنسان منضبطة تصير في قوانين وانضباطات حياتية بالدقيقة والتفصيل في الوقت في السنة في الأسبوع برمج برنامج برنامج إيجابيا إيمانيا اجتماعيا سلوكيا فهكذا تجد هذا المسلم ينتقل من برنامج إلى برنامج من محطة إلى محطة محطة الصيام إلى محطة العيد وهكذا من أسرار هذه الشريعة العظيمة السمحة التي أنزلها الله تعالى ليخرج بها الناس من الظلمات إلى النور التحذير للعيد فضيلة الشيخ هناك الكثير من الظواهر الاجتماعية الجميلة في مجتمعاتنا قبل العيد نتهيأ لاستقباله نتهيأ كما تهيئوا لرمضان تهيئوا للعيد لكن أكثر شوفوا أن العائلات في العيد تجدوا القاطو خلونا نكون موشيها بالدرجة لأن المشاهدين يعرفوا خصوصيات المجتمع الجزائري لكن فضيلة الشيخ أن الحلويات هذه نجدوها للعيد وأيضا نقش جديد وحتى للناس يحني ويديهم ويوجدوا منزلهم وثيابهم هذه من بين مظاهر الجميلة التي تشجع على استقبال العيد بفرحة وبغبطة تخص المسلمين هو العيد كغيره من سائر العبادات في الإسلام هي عبادات اجتماعية عندها متعلقات بالمجتمع نشوف الآثار انتهى في المجتمع كما تكون لها آثار على الفرد في الإيمان وتاعه في الصبر في الاحتساب في الانضباط في الأخلاق عندها كذلك العبادات آثار على المجتمع العيد فيه جملة من السنن ومن الأداب ومن الأخلاق ومن الهدي النبوي الذي يلتزم به في العيد كذلك هذا الجانب الاجتماعي هذا الجانب الاجتماعي من التظاور من الصرور والفرح والإعداد الإعداد المعنوي والإعداد المادي من حلويات من برامج الزيارات من اللباس من يوجد الإنسان الميزاني ينتاعه يوجد هذا الصرف للأطفال يوجد كل هذا العائلات يوجدوه من برامج الزيارات كل هذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية شريعة جاءت يندمج المجتمع داخل المجتمع داخل الأمة ليست هناك عبادات منعزلة عن المجتمع إلا هذه العبادات لديرها الإنسان سر بينه وبين الله كما صدقت السر ولا صلاة الليل حتى الصلوات الخمس هي صلوات معلنة الناس جاء للجامعة خارج من المسجد العيد كذلك فيه شعائر فيه أعمال معلنة عندها واقع على الفرد وعندها آتار على المجتمع بعد ما شفنا الجانب الاجتماعي فضيلة الشيخ وهو جانب كما تحدثتم هو جانب يحث على التآذر والتكامل في المجتمع نذهب إلى الجانب الشعائري والعقائدي في العيد هناك خطبة العيد هناك صلاة العيد نتكلم حول هذا فضيلة الشيخ إن الله سبحانه وتعالى قال ولي تكبروا الله على ما هداكم فالله عز وجل جعلنا التكبير في يوم العيد في يوم عيد الفطر التكبير لهو يدل على الانتهاء من الصيام وفيه إذهال شعائر الدين وفيه إبراز لأعمال الإسلام الأعمال الإسلام ليست أعمال سرية أعمال معلنة يرى هالناس يشوفها العالم يطالع لها الإنسان حيثه ما كان فينظر إلى شعائر الدين حية في المجتمع يبدأ بالتكبير أولا التكبير حدث ثانيا يبدأ بإعداد كذلك اللباس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يوم العيد أجمال التياب فالعيد العيد يلبس الجديد والجمعة يلبس الأبيض ولو قديم هذا يعني السنة السنة العيد هو الجديد كان أبيض ولا أحمر ولا أصفر مهم يلبس الجديد إين استطاع ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بوردين يلبسهم يوم العيد أحدهما أخضر والآخر أحمر مخطط بالأحمر مخطط نعم مخطط عنده خطوط حمراء والألوان هنا فضيت الشيخ يارمز للسعادة للبهجة أيضا نعم فكان عليه الصلاة والسلام يلبس البردين في العيد يلبس هذين البردين وخصصهم لليوم العيد يلبسهم لها العيد يلبسهم يسمون البردين هذا اسم من أسماء اللباس كان الحلة كان يلبس حلة يوم العيد واللي يلبس برد هذه من الألبسة التي كانت مشهورة في الجزيرة العربية من الألبسة اليمن وغيرها فكان يلبسهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صبيحة العيد الصائم لا يجب أن يذهب ممسك للمسجد لماذا يذهب ممسك لأنه حتى لا يتشبه بالصائم لا يذهب ممسك لا يتشبه بالصائم هذا اليوم قال الله تعالى هذا يوم أكل ويوم شرب ويوم ذكر لله يجب أن يأكل يذهب يذهب فاطر يشرب الماء يأكل تمرة ولا كان علي صاصمي يأكل ثلاثة تمرات الصباح يأكل بيهم يذهب إلى المصلى كذلك صلاة العيد يدخل إلى المصلى فيصلي العيد وحتى صلاة العيد متشبهش في الهيئة والصيفة والصلاوات الأخرى في بعض الأوجه فصلاة العيد فيها ستة كبيرات اللولة بعدها تكبير الإحرام يعني سبعة كبيرات والركعة الثانية فيها ستة كبيرات بتكبيرات الانتقال فصيفة الصلاة عندها طريقة جديدة نعم حتى يحس وهذه الصلاة فهذه الشيخ نصليها مرتين في العام فقط نعم حتى يحس نعم يحس الصائم بالتجديد باختلاف نعم كان تجديد يعني خرج من خرج من حالة وهي حالة الصيام والقيام إلى حالة جديدة وقد جدد نفسه وجدد أخلاقه وجدد أخلاقه بربه حتى صلاة تجي فيها تجديد ومن بعد تجي الخطبة فيحضر الخطبة يحضر الخطبة ثم لما ينتهي من الخطبة يستحب كذلك نسيت الاغتسال نعم صحيح يعني الاغتسال نعم يغتسل قبل العيد هذه مستحبات ليست فرائد صحيح هذه مستحبات يستحبوا بعد الانتهاء من الصلاة يستحبوا كذلك التهنئة بالعيد وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهنئوا بعضهم بالعيد يقولوا لبعضهم تقبر الله منا ومنكم وقد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الصحابة منذ خمسين وثلاثين سنة إذا يعني راجعوا من يوم العيد يقولوا بعضهم لبعض تقبر الله منا ومنكم فالتهنئة بالعيد أيضا مستحبة ولا بأس بها كذلك خطبة العيد نعم يحضر خطبة العيد وخطبة العيد لها كيف أنتم فضي الله الشيخ كإمام وكخطيب أيضا وكعضو لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية التحذير للخطوة له أصول وله ضوابط نعرف أن حد خطبة الجمعة عندها أصولها وعندها ضوابطها التي تكلمنا عليها معكم فضي الله الشيخ في الموعد الماضية نتكلموا على خطبة العيد كيف تضبط هذه الخطبة وهل لكل إمام خطباته لازم تكون خطبة موحدة وما هي أهم المواضيع التي تتناولها هذه الخطبة نعم أنا يعني رغم عندي يعني مدة 35 سنة وأنا أخطب ولكن لا زالت خطبة العيد من الخطبة التي أهابها وأجد فيها هيبة و مهابة لماذا يعني رغم هذه التجربة أو الأقدامية لكن لا تزال خطبة العيد تهيبني نهاب من خطبة العيد لماذا نهاب من خطبة العيد لأن خطبة العيد هي خطبة جامعة راح الخطيب يلخص يلخص مواضيع عدة في عشرين دقيقة أو أقل ضحيه و كذلك هذا الخطيب راح كذلك يحافظ على المعنويات يحافظ على معنويات الناس خرجوا من رمضان بمنعوا معنويات قوية بإيمان بحوافز كيف يحافظ على المعنويات ويسوقوا من الخطاب الديني الشرعي الذي يحسس الناس بالمعنويات يحسهم برحمة الله سبحانه وتعالى كذلك خطبة العيد طبيعتها أنها تحسس الناس بواقع المجتمع بواقع الأمة الإيجابي ليس السلبي الإيجابي من كل هذه المعاني لازم الخطيب يحلخصها في 20 دقيقة أو أقل لهذا أنا شخصيا أهاب كثيرا من خطبة العيد وهي هاجس كبير جدا منذ أن يهل هلال رمضان هاجس خطبة العيد يتكرر معي ولهذا أجد نفسي أعيش خطبة العيد مدة ثلاثين يوما بحيث ألتقط المعاني التي أضعها في خطبة العيد كل يوم كل يوم ألتقط معنا من المعاني وهذا دور الإمام فضيلة الشيخ دور الإمام في المجتمع نعم لماذا أكثر الأشخاص أستسمحك فضيلة الشيخ هل هو أكثر الأشخاص كما نقول المزاج هو المحين أكثر شيء في المجتمع هو الإمام نعم لازم الإمام يخطب هو لا يخطب كما في المثل الذي يسمع على الحكمة أن الإنسان بوجوده ليس بوجوده إنما هو بقلبه كذلك الخطيب ليس بوجوده بوجوده وجود شخصيا على المنبار وإنما هو بما تفاعل مع تلك الخطبة الخطبة لم يتفاعل معها الخطيب تفاعلا كم التفاعل الكيميائي هذا التفاعل الكيميائي يتفاعل مع موضوعه تفاعلا كيميائيا فتلك الخطبة تعتبر مجرد كلمات مفصولة عن عن كيان الخطيب وعن إحساسه ووجدانه واهتمامه فتعتبر مجرد أصوات صوت وصوت إنسان قد يسمع صوتا لكن لا يأباه إليه لهذا خطبة العيد عند هذه المهابة عند هذه القيمة عند هذه المنزلة عند هذه المواضيع حساسة المهمة مثل أن يأتي خاطئا بيوم العيد لا يخطبوا عن نار جهنم لا يخطبوا عن عن واقع مؤلم للأم يقول لهم كائن كذا وعمل كذا لا يجب أن يرفع المعنويات يحافظ على كائن ناس تابوا من جديد تابوا في رمضان فلابد من عملية المرافقة الدينية عبر خطاب ديني يشد من أزرهم يقول الوحدان تاهم كذلك الخاطيب سيتكلم على المظاهر تعالعيد الفخمة مظاهر فخمة مظاهر جميلة مظاهر رائعة نختصوا بها غير المسلمين الأديانة الأخرى المحففة عندهم أعيادهم لكنها ليس كما أعياد المسلمين لا يوجد طابع الاجتماعي لا يوجد طابع الاجتماعي اليوم العيد يوصل في أوروبا في أستراليا في أمريكا يوصل في الساحات على مرأة من المجتمعات الغربية ويوصل في الكعبة الشمية فضيلة الشيخ للمعتمرين أيضا للحجاج في عيد الأضحى عندهم أيضا عندهم خصوصيات يستمتعوا بهذه الأجواب بارك الله في هذا الشعائر الدينية الشعائر التعبودية لها هذا الطابع العلني هذا الطابع الاجتماعي باش أعلم ما المقصود بذلك حتى الناس يشوفوا الدين يشوفوا في الحس يشوفوا في الوجود والحمد لله اليوم المسلمون راهم يؤديوا شعائر رمضان وشعائر العيد يعني حتى في الدول الغربية في أمريكا في أوروبا في الدول الأخرى يؤديوا في الساحات يعطى لهم تمنح لهم الساحات يعني في الحدائق ويؤدوها أعلانية ويجيوا الناس ويشوفوا هذه طبيعة الإسلام أن الإسلام شعائره ليست شعائر سرية ليست شعائر خاصة هكذا بالإنسان في نفسه وإنما الشعائر عامة يراها المجتمع ولهذا في العيد مثلا العيد من السنن أن يأتي الناس راجلين ميجوش بالسيارات يعني موش معينتها المنع من السيارات لكن الأفضل وكان عليه الصلاة والسلام يعني يجي يأتي راجل ويكن بسجد بعيد يذهب طبعا هذا علاش هذه عندها رمزيات صحيح يعني استطرد الشيخ ستسمحك كان بعض الناس يحبوا يروحوا للمساجد مثلا المسجد الكبير في الجزار المسجد الأعدم أيضا كان يحب يصلي في مسجد معين عنده خصوصيات يعني هذا شيء مباح ويستطيع طبعا لكن كمان رمزية مثلا في العيد يستحب مخالفة طريق وهي رمزيات علاش مخالفة طريق يعني الطريق اللي جيت منه مش يتري قد يرجع منه إذا عنده هل يوجد ضرق هذه رمزية هذه عندها رمزية ويش معانتها حتى هذه الحركية حركية الدهاب والمجيء كأنها تشمل جميع الأماكن وجميع المواضيع فيرى الناس هذه الحركية تعالعيد مجيء ودهاب ومجيء هكذا يرى الناس المجتمعي يشوف هذه الحركية تعالى هذه العبادة هذه الشعيرة من شاعر الدين وهي العبادة عبادة العيد هذه كلها يدلنا على هذا البعد الاجتماعي في العبادات في الإسلام إلى غير ذلك يعني من السنن من الهدي التهنئة سواء كانت بأي لفظ بأي لفظين تكون وانا نبه لحنا كل سنة يعني بين قوسين حبش ندخل في الأمور السلبية كل سنة نصيب بعض الناس يكررون وهذه قضية التهنئة من الدين وأنها بيدعاء وأنه كل عام هذا يعني نسمع هذه الكلمات هو خطاب نعم خطاب كأنه يقول للناس أنه هذا العيد ما هو عيد اجتماعي وكما ذكرت ذكر ابن قدامة المقدسي ابن قدامة في المغني ذكر من حديث بأمامة الباهلي أنهم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رجعوا من العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم حديث أنس بن مالك قال منذ نحن 35 سنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وهذه من الأمور كما يقول العلماء من الأمور العادات الحسنة والعادات الجميلة والعادات الحسنة إذا كانت لها تامرة إذا كانت لها أبعاد أبعاد اجتماعية أبعاد تضامنية في الدين ولا يمنعوا منها صحيح المتنوعة رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة كما تتابعون يمكنكم الاتصال بنا على الهواء مباشرة واترح أسئلتكم لفضيلة الشيخ يحيى صاري الذي يسعد ونسعد بالإسماع إليها وأيضا الإجابة لها نعود إلى سلة الرحيم خلال العيد فضيلة الشيخ يعني سلة الرحيم ليست تخص فقط العيد لكن المعلوم أنه في العيد أحبة في المقابر نذهب لزيارتهم وزيارة المقابر أيضا في الإسلام مستحبة ومسموح بذلك ما نقوله على هذه النقطة فضيلة الشيخ نعم هي اليوم العيد يوم الصرور يوم الفرح وهذا الفرح المسلم يتعبد الله به يعني الفرح طاعة لهذا لا ينبغي في العيد فتح الجراحات فتح الجراحات تاع تاع الأحزان تاع يوم العيد نحن فرحه رغم الجراحات رغم الجراحات ولكن يفرح طاعة لله طاعة لله عز وجل ويظهر هذا الفرح والسرور ولو كان قلبه متألم مربما بفراق حبيب وقريب أو نحو ذلك ولهذا زيارة القبور في يوم العيد هذه ربما ربما تتنافى تتنافى يعني مع فرحة العيد لهذا إذا الإنسان لم يزور القبور يوم العيد لا يبغي عليه أن يبالغ في الحزن ويبالغ في يعني في فتح الجراحات لأنه نهار نهار صرور نهار فرح ربي ربي قال هذا نهار تفرح فيه رغم الجراحات رغم الأحزان فزيارة المقابر بالطريقة التي تفتح الجراحات تعاود الإنسان يحزن ويعاود يبكي ويعاود كذا وينكد عليه هذا اليوم للسرور هذا لا يتناسق ويتناسب مع القصد الشرعي من يوم العيد لا يتناسب كأنه مضاد له شي حاجة تعاكس المقصود الشرعي والفرح والسرور لهذا على الناس الذين يزوروا أقاربهم وأحبابهم الذين ماتوا لا يجب أن يدخلوا في الجو من الأحزان والكآبة وربما يعيش يوم العيد هذا يعاود يفتح الجراحات نقول مبارك الله فيك نعم نقدم ندامجه في يوم العيد رغم نعلينا ندامجه في مجتمع السرور والفرح ندامجه في المجتمع لأن الله أمرنا بهذا نحن نطيعه نطيعه تبارك وتعالى فإذا أظهرنا السرور وأظهرنا الفرح وأظهرنا المعنويات تنتعنا مرتفعة يوم العيد واشدرناها نحن أطعنا الله عز وجل أطعنا الله في هذه المعنويات التي نظهرها يوم العيد لهذا نداما نذكره بلي فتح الأحزان في يوم العيد لا يتناسب مع القصد الشرعي من العيد لا يتناسب لا يتناسب مع ذلك وخصوصا إذا راح المقبرة وربما رأى من مظاهر البكاء والنحيب ويعني راهوا لا يتناسب مع يوم العيد يقولوا نطيعوا ربي لما قلنا ربي فرحوا نطيعوا الله وكما يقولوا بدار جالي في القلب في القلب قلبه حزين قلبه مجروح يعني يخلي يوم آخر يعوضها بالدعاء نعم يعوضها بالدعاء والصدقات نعم فضيلة الشيخ إلى تلقية الصلاة المشاهدين معنا سيدة زكية من مفتاح ولاية البوليد صباحك سعيد سيدة زكية انقطع الاتصال إذن نعودوا نولي ونوصلوا الفكرة فضيلة الشيخ ما زال لدينا وقت بالتأكيد هناك نقطة مهمة أيضا نتكلم عليها في العيد وهي بعض النصائح التي نقدمها للمشاهدين يشوفوا فينا تحضيرا للعيد وكيفية استقبالها كيف تكون بطريقة مناسبة أكيد تكلمنا لكن نذكرهم وفي التذكير إفادة أيضا نعم ننسيت ما ذكرتش زكاة الفطر التي متعلقة بالعيد متعلقة برمضان زكاة الفطر التي تقدر في هذه السنة بـ 12 ألف تقدر بـ 12 ألف نقدا هذه الزكاة أيضا داخلة أيضا من جهة داخلة مع رمضان وداخلة مع العيد فهي تؤدى قبل صلاة العيد بحيث لو كان الإنسان يؤديها بعد العيد لا تعتبر زكاة تعتبر صدقة وزكاة الفطر هي طهرة للصائم وما معنى الطهرة للصائم يعني هذا الصائم ربي عز وجل يعلموا أن هذا الصائم يسل وخال لنقص رافت فالله تعالى جعل هذه الزكاة بكما سجود السهو في الصلاة فهي تطهر الصائمة من هذا الخلل هذا النقص لخلف العبادة تعالي أننا نحن بشر ما كاش وحد يقول أن الصمت مية بالمية فالله تعالى من رحمته باش يتقبل مننا هذه العبادة كاملة تامة صافية كما يقولوا الله تعالى قال زكو الزكاة الفطر هي الطهرة للصائم والطعمة للفقير وفيه كذلك دلالة على أن يوم العيد كذلك من أبعاده الاجتماعية أنه تؤدى هذه الزكاة للفقير حتى يستطيع أن يستعين بذلك تلك الزكاة على يوم العيد يفرح فيه من يوم العيد يفرح بتلك الزكاة فتكون مساعدة له معنا مكالمة فضيلة الشيخة سيدة أم أسيل من ولاية عين الدفلة صباحك سعيد سيدة أم أسيل صباح الخير صباح النار صباحك سعيد سيدة أم أسيل ما نسمعه فقط في المكالمة فضيلة الشيخة نكتفي بهذا نتمنى لك عيد سعيد إن شاء الله نعود ونطلقه فضيلة الشيخ بعد العيد نعم نبلغ التهنئة للعيد لكل طاقم الشرق وكذلك لكل أسرتي وأسرتنا الكبيرة والصغيرة والشعب الجزري كامل وكذلك الأمة الإسلامية يعطيك صحة فضيلة الشيخ الإمام الخطيب يحيى الساري على كل هذه المعلومات إذن كما قلقت منك عيد سعيد دوام صحة أيضا وكل الفرح في خلال العيد أيضا فضيلة الشيخ نعود إليكم مشاهدين لمواصلة البرنامج لكن نذهب مباشرة إلى متابعة هذه القصة حول مثل عربي شهير نقدمها لكم من خلال قصة مثل ونعود لمواصلة البرنامج نتابع